أعربت الأمم المتحدة عن ارتياحها من الحوار الأخير الذي جرى بين بغداد وأربيل مؤكدة استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم والتعاون لزيادة عقد الاجتماعات الفنية بين الجانبين وذكر بيان لحكومة قليم كردستان أن رئيس الحكومة نيتشرفان بارزاني بحث مع المبعوث الخاصة من العام للأمم المتحدة في العراق يانكوبيتش بحث الحلول للمشاكل القائمة بين بغداد وأربيل سيما فيما يتعلق بصرف رواتب موظفي قليم كردستان وإعادة فتح مطارات الإقليم فيما أشار بارزاني خلال اللقاء إلى أنه على الرغم من بقاء خطوات كثيرة في طريق الوصول إلى حلحلة المشاكل بإذا أنه عدى تجشين الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بداية جديدة لبدء الحوار الجاد بين الجانبين